نهاردة روي فيتوريا الموديل الفني لمنتخم مصر تكلم في جزئية مهمة جداً كان عنده حوار مع مجلة أنز مونديال الفرنسية وتكلم في نقطة مهمة جداً نقطة بصراحة نقطة كثيرة يعني تعالى يا وريكي الأول قال إيه؟ وبعد كده إيه؟ نمسك واحدة واحدة نعلق يعني عشي فيه واحدة تحديداً من الجمل اللي قالها أنا وقف عندها كتير 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 قوي 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 ومهمة مهمة نورة نور حلو قوي لنا جميعاً يعني تعالى نشوف فيتوريا الإيه؟ فيتوريا النهاردة في حواره قال مع مجلة أنز مونديال الفرنسية قال الشعور بالضغط بسبب تدريب المنتخم مصر ده سؤال لي يعني قال إن أنا بحتاج دايماً إلى هذا الضغط للفوز بالألقاب لا أحب الكتال من أجل لا شيء أحب الضغوط دائماً وأن يكون مطلوب مني متطلبات كثيرة ويكون الأمر بمثابة التحدي بالنسبة لي كلام حلو نعدي دي كلام حلو ومعقول قال مصر يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة ويتنافسون كرة القدم وسعيد للغاية بتواجدي في مصر لأنني أشعر بالتقدير ولدي علاقة ممتازة مع اللعبين والمسؤولين واحنا كمان مبسوطين جداً بتواجد أكفى مصر أكيد يعني طيب قال محمد صلاح الأفضل في كل شيء إنه قائد وليس ذلك فقط يتمدع بروح الفريق وهذا الأمر يبهرني خاصةً عندما يهتم بزملائه في الفريق وجود مثل هذا اللاعب معنا يساهم في تطويرنا بشكل كبير حلو التقدير لمحمد صلاح حلو في وحد جير يقولك محمد صلاح زي أي لاعب يعني لا محمد صلاح طبعاً مزي أي لاعب بص بقا اللي جاي ده هو اللي هوف عنده كتير بس نقرأ الأول قالك في مصر لدينا عدد قليل من المحترفين بسبب اللغة أولاً يعني أول حاجة أنه اللعبة عندها مشاكل في اللغات الأخرى غير اللغة العربية حيث يتحدثون العربية فقط لذلك فالأمر يكون معقد عندما ينتقل اللاعب إلى أوروبا يحاول الانسجام كما أن لاعب كرة القدم في مصر يكون ملكاً ملك يعني ولليه عيشة مرفهة لذلك لا يريد الانتقال للإحتراق في الأوروبي كما أن هناك أندية لديها جودة مثل الأهل والزمالك وبرامدز ومن الصعب مغادرة تلك الأندية بالنسبة للعبين هذا هو الفارق بين مصر والدول الأفريقية الأخرى خاصة المغرب أقف هنا بقى هنكمل بس أقف هنا لحظة عشاناً أتكلم مع حضرك هي دي الحكاية ببساطة هي دي الحكاية ببساطة تعالي أشرح حالك بشكل أوضح يعني كتير قوي بنقل نقول له وإحنا ليه ما عندناش محترفين كتير آه الحمد لله العدد عندنا زاد نسبياً في السنوات الأخيرة نسبياً بس مش الرقم اللي بتشوفه في المغرب والسنغال وكودفوار وكل المنتخبات الأفريقية والعربية زي الجزائي والمنتخب النجيلي كل المنتخبات دي عندها محترفين بالكوم يعني ايه؟ يعني المدرب بتاع المنتخب المنتخبات دي عايز لعيبة لقائمة المنتخب بتاعه فيفتح كده يلاقي عنده مثلاً ايه؟ 200-300 لعب موجودين في أوروبا اختار بقى يا باشاً اللي انت عايزه احلم واتمنى تمام؟ المدرب بتاع المنتخب مصر مختلف هو يبقى عنده مثلاً ايه؟ اللي ينفع يبقى موجودين في المنتخب مثلاً يعني من 10-15-1 بالكتير قوي يعني كده قطرت من 10-15-1 واللي موجودين في الفرق او الدوريات اللي هي الكلاس ايه يعني اللي هو المستوى الاعلى ده ممكن يبقوا اتنين تلاتة بالكتير وهكذا هياخده صح؟ مش مختلفين على ده طيب هو قالك المشكلة ومسك المشكلة بالزبط ايه هي؟ احنا عندنا اللاعب في مصر مالك فعلاً اللي هو ايه؟ هو يحلم ويتمنى حب الملايين ليه وعشق الملايين ليه يروح في اي مكان يتفتح له أصول وانت أعظم حاجة في الكوكب وانت أعظم لعب في الكون وعايز 10 مليون خد عايز 20 مليون ماشي 30 مليون مشعيب كل اللي بيحلم بيقضوا وعايش في بلده صح؟ فانا لو انا بقى ايه؟ ما عنديش طموحات كبيرة وما عنديش أحلام كبيرة إيه اللي يخليني أخرج بر بلدي وانا زي الفل قاعد وسط أهلي وحبيبي وناسي باخد ملايين الناس هنا ملايين في الشارع بتوقفني وتتصور معايا وتقول لي انت أعظم لعب في الكون فانا مش هيجي في دماغي ان انا طلع احترف في أوروب صح؟ اللعب بقى في غانة اللعب اللي بيلعب في الدور الغاني مثلاً يعني هو ماشي في الشارع محدش بيعرفه وهو بياخد الراتب بتاعه أو العقد بتاعه في السنة يبقى كلام فارغ جداً ممكن يبقى موظف في غانة بياخده أحسن منهم بقولت غانة على سبيل المثال نفس الأمر على السنغيال وكل البلاد التاني فاللي هو أكيد محتاج يطلع أوروبا عشان يقتني يبقى معاه فلوس كتيرة يبقى معاه شهرة أكبر يبقى معاه حاجات حلوة كتير فبيطلع لكن احنا عندنا اللوم الآخر يعني بالبلدي أنا هنا شبعان أنا مش محتاج أخرج بر فدي فعلاً مشكلة بصراحة ومن جانب آخر هتلاقي وده برضو فيتوريا تكلم عنه في الحوار هتلاقي أن معدل أعمار اللاعبين المميزين الصغيرين في الكرة المصرية قليل ليه أنه اللاعب مثلاً اللي كان بيطلع عنده 23-24 سنة اللي المفروض بقى يخرج أوروبا ويسي مكان للاعب صغير آخر لا بيفضل عاعد هنا لحدا بيبقى عنده كم سنة 30-31-32-35-36 وانت طالع فتيجي تلاقي اللاعبة ديت هي اللي بتلعب على طول في عنديتها فلما تيجي أنت كمدرد منتخب عايز تخلي المنتخب فيه لعيبة شباب ما تلاقيش موما بيلعبوش بيلعبوا اللاعبة الكبار دول اللي كانوا مفروض يبقوا تلعبوا في أوروبا أصلاً فابدأ رأيب شوية اللاعبة الصغيرة اللي هنا فهي معضلة صعبة بصراحة احنا بندفع فلوس كتير أول اللاعبة وفلوس بقت تساوي الفلوس اللي بتتدفع في أوروبا مش شرط الدول الإنجليز والفرنسي والأسباب الإيطالية بس انت ممكن تكون بتدفع فلوس مثلاً مثلاً يعني أغلى من اللي بتتدفع في الدور السويدي زي ما الايلي راح جاب لعيب دنماركي فلسطيني من الدور السعودي هو أغلى لاعب انتقل من فريق السويدي لنادي في تاريخ هذا النادي لنادي مين؟ نادي مصري مش نادي في السويدة ولا نادي في أوروبا انت أغلى مثلاً من الدور الدنماركي انت أغلى من عدم الدوليات الأوروبية فانت لما تيجي تقول أنا زي زي أوروبا في الفلوس آه زي زي أوروبا في الفلوس اللي عندها بتدفع تحديداً زي ما قال فيتوريا أهل زمالك بيرامدز فهي بصراحة صعبة محتاجة قاعدة دي محتاجة نتكلم فيها بتفاصيل أكتر بس مش وقته مش وقته تعال نكمل بص بقى فيتوريا قال لك ايه كمان قال لك ماذا أحب أن يقال عني في ختم مسيرتي ده السؤال لي يعني قال أحب أن يتقال علي أن أنا مدرب باهتم بلعبتي إنسانياً وليس مدرباً مجنوناً بقرة القدم فقط ودي نقل جزئية مهمة جداً عند روي فيتوريا أنه فعلاً حتى اللعباء اللي بسألهم هو يتعامل مع نواياً مع اللعباء بشكل رائع جداً ورغم كده بالمناسبة يعني بيتعامل معهم بشكل معنوي رائع جداً وبيتعامل معهم بشكل انضباطي كبير جداً آخر مباراة لعبها المنتخب قبل كده كان الاستبعاد الشهير بتاع طريق حامد وحسين الشحات وإمام عشور آه أنا هتعامل معك كويس جداً ومع نواياً كويس قوي بس لو ما فيش التزام هتبقى مستبعد مثلاً يعني أنا هتريم الناس دي جداً بتعرف تفصل أنا هتعامل معك إنسان كويس بس في الشغل أنا مبهزرش أهل في بداية مشواري كنت أقطع مسافة 200 كم في اليوم للتدريس في الصباح ثم أقود شاحنة وأقوم بنقل بعض اللاعبين لتدريبهم في فترة ما بعد الظهر وعندما وصلت إلى فريق باكوس دي بيريرا البرتغالي في 2010 طلبت أجازة غير مدفوعة الأجر من مهنة تدريس التربية الرياضية وقلت لنفسي إما عن أنجح أو أفشل لم يبقى أحد لمساعدة يعني خلاص سابي الشغلاء بتاعته الأسية تاعت التدريس وقال أنا هضرب الحاجات اللي زي دي تخليك تشوف بين السطور الشخصية ده شخص بيتحدى دائما قارفيني أنت على ما يجي يقولك إيه مثلا والله يا بص سيب شغلك وروح اشتغل حاجة تانية خالص حاجة جديدة خالص تقولي لا أنا هجرب الحاجة الجديدة دي الأول وما سيبش شغلي عشان لو ما وفقتش فيها هرجع لشغلي الأصل تاني هو الراجل ساب شغله كمدرس في كلية التربية الرياضية وقال لك هروح إيه أبقى مدرب فشلت بقى كمدربة بقى فشلت في حياتي كلها مش عارف أرجع خلاص فالراجل نجح وأدى وخذ بطولات واسبيه محترم جدا تتخليك عارف بو احنا رايحين كأس الأمر وفي كأس الشخصية عاملة ازاي شخصية عنيدة شخصية بتتحدى فان شاء الله ربنا اكرمه مع منتخبنا في كأس الأمر ترجمة نانسي قنقر